أبتاه يا رسول الله أهكذا يفعلوه بحبيبتيك قام أمير المؤمنين سلام الله عليه إليها رآها تمخض بين الحائط والباب نظرت إليه الزهراء واللوعة تعصر قلبها وفؤادها أمير المؤمنين أمسك ذاك الرجل ضرب به الأرض وجاء أنفه ولوى عنقه ثم أتركه قال لولا وصية من رسول الله لكان الأمر غير هذا نظر إلى فاطمة شاف هبدلق الحالة وكأن علي قل يا رسول الله وخجلتا المصيبة مشتركة يا رسول الله ما أدري فاطمة لما نظرت إليه شنو موقفها شنو حالتها إلا يا حي دربة بالدار تسمع صرختي واني ما تقعد تحاميني شنو شنو العوقك عني أنت الماتها بالموت أي والله هذا ده حباب غيبر والله أنت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد بيك أهل السماء تدري إيه وكل أهل الأرض تشهنهاد والله خصمك ينصى للدائر وبوجودك يجوز الحد وانت تشوف يا كرار يضرم على الباب النار قدامك يا حام الجور بين الباب والحاية قام الرجس يعصرني زينب سلام الله عليها نظرت إلى أمها مخشي عليها لما فتحت عينيها فاطمة نظرت إلى زينب شافت زينب طفلة صغيرة عمرها أربع سنوات شنو حالت زينب قالت لها زينب زينب أين أبوك شت قلها زينب هذا الموقف ما فارق مخيلة زينب ولا فارق ذاكرة زينب ولهذا زينب سلام الله عليها يوم الحادي عشر من محرم ليلة الحادي عشر من محرم لما هجم خيل العدى على مخيمها ماذا صنعت زينب حسين همو موجود عباس همو موجود صعدت على التل الزينب حسينب لما تروح على كربلا اتذكر هذا الموقف يا عزيزي أدارت بعينها نحو مصرع الحسين صاحت أخي يا حسين إن كنت حي فهذه الخيل قد هجمت وإن كنت ميتا فعمري وأمرك إلى الله شنو يجاوبها الحسين ماذا يصنع الحسين وقد فصل بين رأسه وبدنه هنا أدارت بوجهها زينب إلى أين نحو النجاف تستغيث بأبيها علي لأن علي لم يبقى أحد إلا واستغاث به حتى النبي استعان بي يوم أحد ويوم نعم يوم بادر أدارت زينب بوجهها نحو النجاف والله صاحت وإن الذي وإن الذي وإن الذي وعن صلب ليها إلى ليلة وإن الذي وعن صلب ليها إلى لبوية علي حام الدخي حام الدخي يجل يجل زينب زينب صعب 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 هاي يجل زينب صارت ذليلة ذليلة ثلانب 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 صعب صعب خ stal وما هو لأحد وأنا وحيد أبو يا علي عباس مو موجود وحسين مو موجود بمن يبوي القلب يضمات بمن يبوي القلب يضمات بمن والد العباس الراح وما أرده لو بالاحسين هل عندي ممدده آه لوم بالاحسين هل عندي ممدده أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي يا الله